في بداية الحمل لما بتعمل تست الحمل اللي هو المنزلي وبتعرف إنها حامل بتروح تعمل تحليل الدم وبيطلع نسب معينة يا دكتور بنقدر نحدد منها أهمية النسب دي بقى ده سؤال يعني سؤال جميل جدا يعني بس حتة استونار المهبالي برضو عايز أكمل كلام يعني أحيانا ست تقولي طب أنت ما نعني إن أنا أقرب من جوزي وأنا عندي طب إيش مين حتة استونار المهبالي إحنا بنمنع العلاقة الزوجية في بداية الحمل خصوص لما يكون فيه قلق مش علشان الفعل الميكانيكي نفسه بتعليل علاقة الزوجية لأ علشان الهرمون البروستاجلندن الموجود فيه السائل المنوي وعلشان النشوة الجنسية اللي بتعمل انقباضات في الرحم فممكن تأثر عجاني فإحنا بنمنع العلاقة الجنسية أو العلاقة الزوجية في بداية الحمل مش علشان الأكت الميكانيكي لأ علشان الهرمون اللي بيفرسه علشان الأرجازم اللي بتدخل فيه ست اللي هو النشوة الجنسية ده بس عشان إيه دايما نتسئل السؤال ده طب انت زي هتعمل لي سونار وبتقول لي جوزي ما قربش مني حتت بقى حضرتك بتسألني بتقولي لي التحليل الرقمي التحليل الرقمي مهم جدا خصوصا لو كان عندي شك في أن الحمل ده جوه الرحم ولا برا الرحم الحمل ده سليم ولا داخلين في إجهاض السونار المهبالي التحليل الرقمي مهم جدا المفروض أني فيه أرقام معينة لكل فترة من فترة الحمل أربع أسابيع لها أرقام معينة خمس أسابيع لها أرقام معينة ست أهو هكذا ومفروض أني عشان أطمن على الحمل أن أنا بعمل التحليل ده هو مرتين فرق بينهم حوالي 48 ساعة المفروض أن الرقم بيتضاعف 48 ساعة يعني مثلا نفترض أنه هو طالع النهار ده 5000 وحدة المفروض بعد 48 ساعة يبقى 10,000 وحدة لو أقل من كده يبقى ممكن يكون الحمل مستليم أو أشك في وجود حمل خارج الرحم وجي من ضمن الحاجات المهمة جدا في تشخيص حالات الحمل خارج الرحم اللي هو التحليل الرقمي بتاع الحمل ده من حاجات اللي حديث تسأل عليها سؤال وجيه جدا فإحنا بنتطمن بالسونار وممكن التحليل الرقمي يطمننا أكتر أنا بس عايز أدي هنت كده بسيط أو نابزة بسيطة عن استخدام السونار طبعا هو السونار الموجات الفوق الصوتية ده أنا مش عايز أتكلم كتير على الناحية التكنيكا اللي بتاعتها عشان هي مملة شوية أول ما بتدوا يفكروا يستعملوا الموجات الصوتية في كشف أجسام تحت المية بعد حدث سفينة إيتانك أما حصلت حدث سفينة إيتانك يبتدوا يفكروا يستعملوا الموجات الفوق الصوتية عشان يكشفوا أي حاجة صلبة تحت المية بحثوا ما وصلوش لحاجة وبعدين حصلت الحرب العالمية التانية وبتدت الغواصات بتاعت هتلر تضرب السفن بتاعت المحور فركزوا اهتمامهم ان هم يبحثوا عن اي وسيلة تكشف لهم ما هو تحت الماء. فوصلوا الى الموجات الفوق الصوتية وبعدين ابتدوا يستعملوها في الطبات. دي بسرعة فكرة عن استعمال الموجات الفوق الصوتية اول واحد او من اوائل الناس اللي دخلوا علم الموجات الفوق الصوتية في مصر هو استاذنا الدكتور ماهر مهران هو اللي يرحمه كان استاذنا في جامعة عن شمس من اوائل الناس اللي دخلوا اجهزة الموجات الصوتية في مصر